ليش جمعة السوبر كرهون التيربو طبعا لين بي لاك فجمعة التيربو ضاجو فاختراع بشغلها اسمه انتلاك زين شنو ملاق اصلا شوف عزيزي التيربو شغله يعتمد على غاز الاكزوست يعني اذا غاز الاكزوست قليل ما راح يشتغل اما اذا كان غاز الاكزوست هواي فاكيد راح يشتغل فمن تكون انت تمشي بسرعة بطيئة راح يكون غاز الاكزوست قليل والتيربو ما راح يشتغل فمن راح تتسارع راح يصير تأخير بعمل التيربو حد ما يصير الار بيم عالي يلا يطلع غاز من الاكزوست كافي انه هو يشغل التيربو فهاي العملية تاخد ثواني او حتى اجزاء من الثانية لكن يجى المنقذ وقال فتح طريقه هذا المنقذ اسمه انتلاك يجى حتى يؤخر اللاق اللي شرحته قبل شوية ويخلي السيارة تتسارع بدون تأخير بالاستجابة زين شون يشتغل باوع الشرارة شكوتي ينطونها من خليط الاحتراق حتى يشتعل ينطونها من يكون البستم بأعلى نقطة وصمام الاكزوست مسدود لكن بالانتلاك الحد يختلف من يصعد البستم ما ينطون الشرارة فالبستم راح ينزلي شوية وصمام الاكزوست يفتح شوية هنا يلا ينطون الشرارة فرح ينقسم الانفجار قسميا قسم يدفع البستم للأسفل وقسم يطلع من الصمام ويروح للتيربو فالتيربو راح يفتر بفضل الانفجار اللي يتسرب عليه وكيد الانفجار يشغل التيربو اقوى من غاز الاكزوست يعني حرفيا التيربو راح تكون بداخل النار مغاز وهذه يسمونه نظام انتلاك بتأخير الاشعال راح يظل مستمر بالشغل ومتضرك بس الدوس وهذا النظام يشتغل على السرعات الباطئة فقط او منه تكون شاير رجلك من الدوسة يعني اول ما تدوس راح تتسارع السيارة بكل قوتها وبسلاسة واربعة وخمسة همثات فبهاي الطريقة ضحكة جماعة التيربو على المحرك وعلى جماعة السيبر همين